منه هي زوجة الإمام الكاظم عليه السلام وأم الإمام الرضا عليه السلام هي السيدة تكتم جارية من بلاد المغرب ويقال أيضا أن اسمها نجمة عندنا روايتين بخصوص السيدة تكتم الأولى تقول أنها كانت مملوكة من السيدة حميدة المصفى أم الإمام الكاظم عليه السلام وهي اللي وهبتها إلى الإمام الكاظم عليه السلام والرواية الثانية تقول أن الإمام اشتراها والقصة كالتالي يقال هشام بن أحمر أنه قال قال لي الإمام الكاظم هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم يقول هشام أنه قال للإمام الكاظم لا ما أجأ أي واحد من المغرب ولكن الإمام الكاظم عليه السلام قال له بلى لقد أتى شخص من المغرب يقول هشام خرجت أنا والإمام الكاظم عليه السلام وتوجهنا للرجل ولقانا عنده سبع جواري كل ما يطلع جارية للإمام الكاظم يقول له لا حاجة لي فيها لحد ما قال الإمام الكاظم عندك بعد جارية قال ما عندي إلا جارية مريضة ولكن ما أريد أبيعها رجع هشام بأمر الإمام الكاظم عليه السلام للرجل باليوم التالي وعرض علي المبلغ اللي هو يطلبه فطلب من عنده مبلغ واشترت جارية وبعدها قال الإمام الكاظم عليه السلام إنني اشتريتها بأمر من الله عز وجل وهذه هي قصة السيدة تكتوم أم الإمام الرضا عليه السلام وزوجة الإمام الكاظم عليه السلام وجدة الإمام الجواد عليه السلام إنها السيدة تكتم